بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا هذا الإسلام سي النعمة من نعم الله عز وجل وهذا الإسلام الكامل هذا الإسلام يلفون السرد السرس القرآن والسنة على فهم سلف الأمة فلا يجوز لأحد كائنا من كان qui rajoute quelque chose أو qui il enlève quelque chose من هذا الدين قال عز وجل فَاتَّقُوا اللَّهُ مَسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَشْتَنِي بُهُ هذا الدين يكامل ومن المصائب فَاتَّقُوا اللَّهُ مَنْفَاسِ دَلْبِدْعَةِ فَنَقْرَةُ كَلَامَهُ رَحْمَتَاللَّهُ فَإِنَّ كُلَّ مُحْذَثَةٍ بِدْعَةٍ إِتْتَبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا قَدْ كُوْفِيتُمْ إِتْتَبِعُنْتَا فَلَا تَبْتِعُوا وَلَا تَبْتِعُوا لكن نحن إن شاء الله فَاتَّقُوا وَلَا تَبْتَعُوا وَلَا تَوْفِيقُ وَالْسَدَادُ قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أي إنسان يحدث بدعة فإننا نقول له إنك واقع في معصية الله أو واقع في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينَ قال عز وجل معصية الرسول هذا ليس شيء سبب قال وفيما حذر عنه بقوله عليه الصلاة والسلام إياكم ومحتثات الأمور إن كل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة شك بدعة من الضلال الضلال في النار كما في الرواية الأخرى قال وهذه مفسدة عظيمة سيبقى ساكي لا سيتي أنه مفسدة عظيمة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم سين كوز دفتنة تفتن لدينك سين كوز دعذاب الله سبحانه وتعالى يبتو شاتي قال عز وجل وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِهُ غَيْرَسَ بِالْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهْنَّمُ وَسَأَتْ مَصِيرًا يحل يفتح hebben وَنُولِيَ سَيُولَمِ مِنْا تَوْلِيَا وَنُالْمِيَةَ الْطَابُودُ لا يسيحى الإيَّةِ هذا مشكلة هذا يحل يماتami ويَتَّبِهُ هَا الْمَا تَوَلْمُواِ لِلنَيَفْنَ لِلذَي عَوَلَانَ هَا وَسَأَتْ مَا تَوَلِيَا تَوْلِينَ هذا ليس مرَتَتُمَنَ مِنَا لكنه ليس مرد سيطول تحرق فلقد انتظر للحادة هذا صحته قال المالك من تدعى في الاسلام بداعه سيطالره حسن والذي اللذي حدفت فقد يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة كم سيطاله كم سيطاله كم سيطاله الوصول لنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني على طريقة لقد يحبت أنه يمكنه إجعاء روما يريد أنه يمكنه ت featuring ذلك وليس يخبره صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه ليس أمر جنافه وليس لضيفه الذي يزال من ي Beyond denganك إنهما م ACC 핑يه إذا لم تكن نقال لك كل conseقتنا بن ت Любل ها قاملت القناة لم يعملنا لم تكن نبقها ها قاملت ومن مفاسد البدع أنها نوع من الشرك كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نعم لأن celui qui نسد دي غيقل كي نزغطن دي شوصي الله سبحانه وتعالى إيسان بروفيت فالسولي كي في أستغي كالك شوصي فيه نوع من الشرك والعياد بالله قال ومن مفاسد البدع كذلك أن فيها صد عن سبيل الله لأن الإنسان يشتغل بها عن العبادة الثابت حقا لذا c'est المفاسد عظيم صحيح ceux qui font البدع يدلس السنة لا بد هذا لأن يفعلوا دي الله يلا كي يونك وكي ينتمي للمتح فمثلا سي يفعل ذكر محدث يسرى ذكر ثابت في السنة نعم وقد روية عن ابن المسعود هذا ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا إلا تركوا سنة أو كما قال عليه ردوان الله فمن ما فاسد البداع أنها صدن عن سبيل الله صحيح les gens vont délisser الحق et vont appliquer الباطل ils vont délisser السنة et vont appliquer البداع ils vont délisser الهدى et vont appliquer الظلال et ça tu le vois كثيرا كم من الناس après الصلاة مثلا ils font des بداع ils lavent les mains ثم ييقذوا ترجمهم The Fatiha ثم 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 Eli يتصدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم 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 التكبير على الإمام 33 فوات 33 فوات 34 فوات إلى آخره لغاية الكرسي لغاية الله أحد لغاية الله أحد لغاية الله أحد فالسنة نعوذ بالله من الضلال قال فمن تدع قوم بدعة إلا أضعوا من السنة ما هو مثلها هذا رؤية عن ابن مسعود فيما أذكر قال أو أعظم منها قال أو أمين مفاسد البدعة كذلك أنها تستنزيم القطع في رسول الله صلى الله عليه وسلم La parole de l'إمام Malik qu'on a cité Pourquoi tu rajoutes ce qui est un manque أو tu n'es pas satisfait أو tu penses que le Prophète صلى الله عليه وسلم فلسلم أن البدعة 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما من مسلم ما من عبد إلا وهو مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يبلغ ما أرسل به أو كان جاهلا به إما فطرق فلسلم أن البداع ألم نعبد أن البدعة فلسلم أن البدعة صلى الله عليه وسلم يس competir. نحن في نبيon صلى الله عليه وسلم يسقل ما فقد قد اخاف القرآن للسنة. لكن اخفران أو جهل سمتلك. لن يكون الطعن. أيضا نحن أن الخفر بالله . قال ووجه ذلك اننا اننا اذا بحثنا في القرآن والسنة لم نجد هذه البدعة. مالذي. مثلا سمتلك الآن مولد. شراب في الحج. نحن نعود بلا بلد خفرية حول القبور دوشرك. 600 شخص في القرآن والسنة يتخف هذا. فَنَا اَنْ أَتَوْ بِهَذَا؟ النبي صلى الله عليه وسلم il ne l'a pas fait il ne l'a pas démontré c'est pas cité dans le quran قال فَإِمَّ أَيَّكُونَ الرَّسُولِ عَيْرُ عَالِمْ بِهَا إِمَّا النبي صلى الله عليه وسلم il ne savait pas قال وَهَذَا قَتْحُنْوِيهِ عَيْسَلَا تُسَّلَمْ نعم l'accuse d'ignorance عليه وسلم قال وَإِمَّ أَيَّكُنْ عَالِمًا أي إسيء قال لكن لم يبلغها للناس قال و هذا قد حن فيه أيضا Да لأن إسيء إلا بمطر علاء النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمره بالتبلير لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلغ فالنبي صلى الله عليه وسلم إليه إلنسان de σε دو الجعل والخيان قال و هذا قد حن فيه أيضا في أنه لم يبلغ ما أرسل إليه بل إلا بلغ لا شك قال و من مفاسد البداع كذلك لدينا أقل محابة ذات 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 يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام دين قال لأن مقتدل مبتدع أن الدين لم يكمل أو لم يكمل صحيح الله سبحانه وتعالى dans ce verset إلينا نفر عز و جل قال لنا إلينا نقل أحبه لدينا دين دين إلينا نقل فالإمان لأجود سيْهُّ نَخْئَقُتْ سُرْجِنَةْا سيْهُّ ِ دِعْهُ إِنَهُ مُتَ شَ مِلَى مَا مَا أَنْتَيْهَ اُمْ أَنْتَيْهُ أَنْتَيْهُ مَا أَكْمَلْتُ لَكُمْدِيْنَكُمْ كَتْا سُتَيْهُ مُتْ أَنْتَيْهُ حسناً يَا أَهْيُ إِتَ أَيْهُ إِتَابِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا تعالى . نقص . لقد توبظ الإنسياء . الإنسان تقول على ما شعر . فجل ان تفتthree كل أسحاب في الرحلة الاعيام . تعالى بشر ك whether قامنا اليكش . في فيCC بالتائم للبنا Ens disciplined القاحة عليهم العناب اللقاء النبي عندما يضب arrivent whereas يوم هو الغفة كثير ومعالك في تقسير تكون في تقسير أبداة في تقسير يقول لكنا هنا عقود دعم جدا نسكرة حتى نتحاولنا عن هذا النبي نفسه الآن يوم ، هذا يوم هو في الواجبات سوف يوم هو في الإيمان أو الإسلام قال لأن المقتضى المبتدع أن الدين لم يكمل لأننا لا نجد هذه البدعة في دين الله وإذا كانت من دين الله على زعم هذا المبتدع وهي لم توجد فيه فإن الدين على زعمه لم يكمل كما ترى ما تقوم بالبدعة هذا لذلك أن العلماء يجب أن البدعة أكثر من المعصية لأن المعصية في الدين لا تشبه هذه المعصية سيكون في الدين Lord AC هذا ما تلك أن الأساسهم متى في دين الله لأن البدعة أعبه إلى إبليس من المعصية لأن العصي تقتك بالعماء يجب أن الأساس أ Ear lore يrsir لن ترق robustا قبل يcheerfulغ وكل من الأساس يتمنع قبل أن السيكب في دين الله حتى الزبعチャ تت birthdays Chuck أساس فئر ، فjأس فتت laundry أما صاحب البدعة أبداً يفسد البدعة يقرون أنه على الحق بل لا بل بل جادل بل ربما يتقوم با من أجل هذه البدعة لأنه بإعطاء الله لكي يتقوم بأخذ الدين لكن نحن الآن سن نجد دليل لا تدليل لكي يتقوم بها لها بدعة لأنه لدي لكي يتقوم بها لذلك كيف يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم قال شكرا لعطيمي قال وهي لن توجد به فإن الدين على زعمه لم يكمل وَهَذِهِ مُصَادَمَةٌ عَظِيمَةٌ صحيح ça vient contredire ce verset ça contredit الدين قَالِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ c'est complet إنمتم أن أطارق تكون إنها مطلعا فcedه لك يظهر أهدا إن الم دن الجحيد تم إقبل إنه أطارق تحكم أن يجب أن ن lean شكرا يُجدم إنه أطارق التعاني يقول إنه حبما عندها سديك ضيدي وفي بالبحARE أصبق مرفض وق钱 تitutional أطارق تقل وقال Logوك خبر افاة سنحو أن أما تبيعها قال نزلنفسه منزلت الرسول صحيح والله سنحو أنه صغير الوصول؟ الوصول أن الفضاة جدا لا يقولونها لكن هذا مفاجر وقال نحو أنه سنحو أنفطها لن تجلسل الآن بعض الناس يأسون دهزم كثير الناس يأسون دهزم ماساكي نسافا جميع يريد أن يكون رسول لكن سوف يساعد ذلك هذا يجب أن يكون مفاسد عند الجهال حتى يفهم إن شاء الله كثير منهم إن شاء الله يدلسون سبدا قال من مفاسد البدا أن مبتديعها نزل نفسه من زيلة الرسول لأنه لا أحد يشارع للخلق ما يقرربي للله تعالى إلا من أرسله الله عز وجل صحيح celui qui nous montre les إبادات c'est le Prophète صلى الله عليه وسلم le Prophète صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى il l'a envoyé pour nous démontrer pour nous démontrer pour nous montrer ce dîn الآن celui qui montre quelque chose c'est un رسول il veut nous montrer le dîn c'est خاتير c'est خاتير dit-ten قال شبع تيمين ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم il n'y a pas de نبي après le Prophète صلى الله عليه وسلم donc لا يجوز لك التشري لا يجوز لك أنت tu veux faire une إبادة demande est-ce que le رسول صلى الله عليه وسلم il l'a fait si le رسول صلى الله عليه وسلم il l'a fait فل s'il l'a pas fait délai c'est du شر كلو بِدعة تين ظلالة انتبه الشيطان il te fait croire qu'il y a une بِدعة حسنة je veux du bien j'ai une bonne nia abadan البِدعة كلوها شر comme il a démontré ابن عمر كلو بِدعة تين ظلالة وإن رأها الناس حسنة هكذا قال ابن عمر chaque بِدعة c'est légèrement même si فلان من الناس il pense que c'est un bien ça serait un bien النبي صلى الله عليه وسلم il l'aurait fait قال الشيطان فهذا اللذي تدعى كأنهو بِلسان الحال كأنهو بِلسان الحال لأن الشيطان il sait très bien que celui qui fait le بِدعة ne va pas dire que je suis un رسول لا prétendre être un رسول après النبي محمد صلى الله عليه وسلم c'est du couvre بالإجماء لكن بِلسان الحال لسان الحال ça veut dire quoi ces actes ils démontrent لكن لسان المقال la langue il ne dit pas ça la différence قال et il dit إنهو يشرع للناس ما يقدر بالالله و هذا يتعني إنهو مشاركون للرسول صلى الله عليه وسلم في الرسال c'est pour ça qu'au début il a dit c'est نوع من الشرك نوع من الشرك من هذا الباب إنهو إنهو il veut démontrer comme le prophète صلى الله عليه وسلم il a démontré alors qu'نبي صلى الله عليه وسلم on doit le suivre seul توحيد et l'attiba توحيد et l'attiba et c'est ça مقتضى الشهداتي إنهو محمد الرسول الله on a la conviction la croyance que ce رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est le dernier des messagers et on doit le suivre ف هذا المقتضى الآن كأنهو il est شريك في هذا النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré et lui كذلك il nous montre et ça implique quelque chose de plus grave comme on a vu avant que النبي صلى الله عليه وسلم il savait et il nous a pas montré أو il ignore et tout ça c'est grave tout ça c'est من مفا c'est البيدع والمحدثات في الدين قال شخص نعطيمين ومن مفاسد البيدع أنها قول على الله بلا علم لأن si il fait cette بيدع et il prétend que ça fait partie du الدين في الحقيقة il dit une chose que الله سبحانه وتعالى il nous a jamais ordonné il nous a jamais démontré il nous a jamais légiféré فهذا c'est un قول على الله بلا علم لأن العبادة c'est pour se rapprocher de qui c'est pour se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى فَسِدْبِدع فَسِكَذِبْ على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام est-ce que le responsable c'est un قول على الله قال وهذا محرم بإجماع المسلمين قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون توساس حرام الله سبحانه وتعالى il a cité ملا المحرمات dans ce verset وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَبُونَ et dans l'autre verset وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ne rentre pas dans une chose ne fais pas dans une chose tu n'as pas de عِلْم فَالْمُبْتَدِعْ الْحَقِيقَة c'est un جاهل 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 il appelle à la Bidra بل il comba أهل السنة كما هو حال أهل البدع il va الضلال قال وَلَا هَا مَفَاسِدْ أُخْرَةْ لو تَأَمَّلَهَا الْإِنسَان لَوَجَدَهَا تَزِيدْ على هذا بِكَذِيرْ لكن نقتصر على ذلك شامنا c'est très bien ce qu'il a cité c'est certain مَفَاسِدْ فقط أما si une personne viendra faire des recherches في الكتاب في السنة أَقْوَلْ أَئِمَّ pour démontrer مَفَاسِدْ أَلْبِدَعَ بَأَشَكَ أَنَّهُ يُسِتْخَ أَنَّهُ لَكِنْ هَلَا لَكِنْ هَلَا نحنو ل'essentiel ce n'est pas كثيرًا ل'essentiel c'est un peu de كلام et en الحقيقة celui qui est مُخْلِس qui est sincère تَكْفِه إِنْ مَفْسَدْ أَلَا يَأْبَ أو إِلَّا مَنْ أَبَ قالوا يَأْبَ يا رسول الله قالوا مَنْ أَطَعَنِ دَخَلَ الْجَنَّة وَمَنْ عَصَانِ فَقَتْ أَبَ toute la communauté du prophète ربما سوف celui qui refuse et ils ont demandé au prophète comment il refuse de rentrer dans le jennat le prophète il leur a montré celui qui m'obé il rentre dans le jennat celui qui me désobé il a refusé ça te montre dans le hadith la طريقة que le jennat elle est واحد c'est le توحيد والله عز و جل et suivre le prophète et c'est ça qui signifie le shahadat on n'a pas le droit de se contredire quand tu te dis quand tu te dis à celui-là c'est l'un qui te dit il dit il dit c'est un muslim j'ai hâte que la ilaha ilallah et j'ai hâte que Muhammad est le Rasulullah alors pourquoi tu te contredire tu te témoignes qu'il Rasulullah donc celui-là si on te demande un délil cette vidra je peux le citer ou comme ils font l'établir tu lui demandes d'aller sur ses vidra il te cite des versets des hadith qui n'ont rien à voir il te cite quand le Nabi sallallam et tous les jours il est en khuruj et c'est un jahl le Nabi sallallam il ne t'a pas dit de faire un délil il t'a dit si tu as du il montre 3 jours ici 40 jours ici 3 mois ici et t'appelles les gens au jahl et au dhalal ça c'est un bidra والخرافات c'est Allah subhanahu wa ta'ala التوفiq والهداie للجميع لا يتساهل بهذا l'amr 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 ce n'est pas quelque chose de simple oui les bidra c'est très très grave les ulema ils ont beaucoup de choses on lit il dit qu'il dit Anas ibn Malik radiyallahu an bel un hadith de l'anb sallallam Anas ibn Malik radiyallahu an إن الله حجب التوبة عن صاحب كل bidra فأمل صاحب كل bidra Allah subhanahu wa ta'ala il a un voile entre l'Europe entière et ceux qui font des bidra quand il dit qu'il on a dit que l'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte التوبة de tous les khalq حتى من الكفار لا تأمل l'hadith إن الله حجب il n'a pas dit qu'il siff التوبة il n'est pas accepté لكن entre lui et التوبة entre lui et التوبة il y a un voile لماذا s'il l'imam Ahmad en ma'na فقال لا يوفق التوبة c'est ça la l'hadith comment il va faire التوبة alors qu'il fait des choses et il pense que ça fait partie du التوبة انت تتا جاء واحد مثلا il invente un vikr il fait une bidra ou salah ou autre tout le monde fait التوبة en général il va faire des efforts dans cette التوبة alors il pense que ça fait partie du التوبة contrairement au pêcheur il boit de l'alcool il a fait le zinat il a menti il sait que c'est l'assi si Allah il peut faire التوبة et il fera التوبة plus facilement que le mubtageur à ma le mubtageur في l'alcool il fait pas التوبة لكن si il fait التوبة il a chacke qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accept teubat n'importe qui tant qu'il est vivant jusqu'à jusqu'à le mubtageur sa menti la gravité de l'alcool قال qu'il s'il qu'il s'il qu'il s'il qu'il s'il qu'il s'il فما دام يرا فعله حسنا وهو صيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب et c'est ça معنى الحديث أنه pour lui c'est حسنا كيف alors qu'en vérité c'est une صيء كل بدعته en ضلال comment il va faire توبات une chose qui pense que c'est حسن هذا الكلام il est مفيد de شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام كذلك فالبدعت تكون في أولها شبرا ثم تكترو في الأتباع حتى تصير أدرعا وََأَمْيَالًا وَفَرَاسِخِّ يجب السلودي... سنعطة عرل العние لا يمت من أكثر تقوم بامنزعود ينتظر لغاك انت لغاك سنفر لغاك كانت تبدار يُلقاك إلا بداع إن شاء الله لكن سنسر أميه إلا بداع يجب أنواه بداع في ذكر يبدوك وقال أيضا وقال أيضا لا تزال تخرج الانسان من صرير إلى كبير حتى تخرجه إلى الالحاد والذنق والله بعضهم ils ont commencé par des petites بدع سيحون تفرجه كل بدع لكن بسبب تقدر مع الأخير على الأخير والله بعضهم كما قال الشرق الإسلام ils ont venu في الالحاد والذنق تزندقوا ils sont sortis من الاسلام لأنه مخالفة ي يكون لديهم أمورة ثمًا يكون لديهم مخالفة ثمًا يوجد عبر تبطر الهم لبلسه place لأنه لديهم قال لقى الرسول فربما جوه السيقاف والسوء من الإسلام يسعي به هذا كم من مبتدع تزندق والعيد بالله وقال كذلك ولا تجد صاحب بدعة ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة هذا الأثر كن كن سيتنا نحن كأنه نلكن نسى عن ابن المزعود لكن شغل الإسلام الآن وقال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ذكر السلف أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا ليست كذلك المعاصي فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله لا ديفيرانسة العاصي والمبتدع قال بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق حيث جاء في بعض الروايات تتجاربهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه ومن هنا جزم السلف لأن المبتدع لا توبة له منها حسب ما تقدمت بيانسوغ أفلس أنه في الغالب لا يوفق المسيح في التوبة ستوبة لا أكسبت بكث أقوال دعلماء نكتفي بهذا القدر بيانتولدان إن شاء الله ما ذكرنا فيه كفاية تغسلك بالحق فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر